مرحبا أنا أصلي أكتر من جمع ساكتي وبفتكر بعدني رح أبقى ساكتي لأنه ما عندي شي يقوله مقطوع نفسي ما بقى عندي كلمات مني حدا أصنط أحكي ما متت ما خسرت خسرت بيروت خسرت نصي كرياتي بس بعدني عايشة هذا البودكاست خلصني لأنه أنا كنت موجود بستوديو بصار الانفجار وحليت اليوم حلقة سجلنيها قبل الانفجار حبينا نعرضها لأنه تحكي عن البلاد العربية وتحكي عن مواضيع مهمة اجتماعية بوقت أنه نحنا نقدر نتشافى نقدر نسكر جروحاتنا باي في زرح نقدر قلت له من كل الأخوين العرب من كل اللبنانيين اللي عايشين برة لبنان أنه يبعطوا تبرعاتهم مساعدتهم أكيد مش عبر حكواتي رح نحط روابط بسندوق وصف الحلقة لمجموعة جمعيات عم بتساعد فكروا فينا بعطونا تبرعات لبنان بحاجة لقل بيروت بحاجة لقل هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين لحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صاندرين عبر حكواتي وبحب رحي بضيفي لليوم دكتور رامي متولي موديل مشروع الحب ثقافة بمصر رح نقش سوى اليوم موضوع الثقافة الجنسية بالعالم العربي لا يزيل الحديث عن الموضوعات الجنسية بالمجتمعات العربية أمرا شائكا وبسبب الحرج إلا أنه البعض حاول تحدي الأنماط السائدة وتوفير مساحات أمنة للنقاش حول الجنس والحب والزواج والصحة والإنجاب وبالرغم من صعوبة تناول هيدا الموضوعات بالمجتمعات المحافظة دوشن موقع الحب ثقافة بأزار 2014 تيكون منصة للنقاش البناء حول أمور الحب والعلاقات والجنس والزواج رامي مساء الخير مساء النور رامي أنت عم تحكينا من مصر اليوم نعم أنا بحكي من مصر ومقيم في مصر بتعرفتنا شوي عن حالك أنت دكتور رامي متولي مين بتكون وشو هي منصة الحب ثقافة أنا دكتور رامي متولي أنا طبيب بشري أنا بعمل من سنين طويلة على المشروعات بتتناول الصحة الإنجابية والجنسية في مصر من سنة 2010 بشوغ لي كله متعلق بالصحة الجنسية والحب والزواج والعلاقات وبشتغل مع الحب ثقافة من خمس سنين يعني ده من 2016 الحب ثقافة هو مشروع تابع لإزاعة هولندا العالمية مشروع انطلق في سنة 2014 بهدف توفير منصة للشباب في مصر والوطن العربي يستطيعوا من خلالها الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية بالحب والعلاقات بالزواج والجنس كل ما هو متعلق بهذه الأمور وما بينها والمشروع ده جزء من مشروع عالمي اسمه Love Matters Love Matters هو المشروع العالمي اللي بيهدف إلى أن الشباب حول العالم باللغات اللي بيتحدثوا بيها يحصلوا على المعلومات الصحيحة والعلمية عن الحب والجنس والعلاقات فيه من Love Matters بقى نسخ بلغات عديدة فيه انجليش فيه فرنش فيه اسباني صيني هندي أغلب البشر حول العالم يقدروا يحصلوا على المعلومات من خلال منصات Love Matters انطلقنا في مصر من 2014 وتوسعنا وبقالينا شركاء كتير في مصر واشتغلنا مع عديد من الخبراء في مصر والوطن العربي وكمان بنقدم للشباب خدمات زي إجابة على كل أسئلتهم بجانب المعلومات اللي بنطرح عليهم أي سؤال بيرد لينا على المنصات المختلفة أو على منتدى النقاش بنجاوبه وبنعمل حملات أونلاين كل فترة عن بعض الموضوعات المهمة في السياق المصري عزيزيز وهل أنتو بتحسوا أنه في حاجة بالعالم العربي للثقافة الجنسية؟ هو في حاجة في العالم العربي لأن أولا لو اتكلمنا من ناحية الإنترنت قبل ما نبدأ موقع الحب ثقافة يعني ببحث وسيط على الإنترنت هنلاقي إن كتير من المعلومات اللي موجودة على الإنترنت مغلوطة أو بتميل إلى مثلا جعل الشباب إن هما يتجنبوا الحديث عن الموضوعات دي أو مثلا يقولوا لهم لا ده حرام يعني بيبعدوا الشباب عن السياق العلمي أو السياق الصح ده على الإنترنت وبشكل عام في العالم العربي ما هو شائع إنه هو بيبقى فيه دايما بعد عن الحديث في أمور الجنس أو تجنبها بالإضافة إلى غياب كمان التسقيف الجنسي أو وجود منهج تربية جنسية في المدارس وأيضا الإعلام برضو بيتجنب الحديث في الموضوعات دي إلا بعد مثلا نحن نعمل بعض الحلقات عن الفرقعة مش هدفها التسقيف فكل العوامل دي سهمت إن الوطن العربي لو كلمنا عنه بشكل عام هنلاقي إن أولا جدا المصادر اللي الشباب يقدر يوصلوا منها المعلومات فبالتالي ده بيانعكز على ثقافتهم ويولد احتياج لوجود مصادر لهذه المعلومات في كذا دراسة عملت على الموضوع تتحدد مضبوط مدى الثقافة الجنسية بالعالم العربي وفرجت إنه المصادر مصادر مغلوطة يعني الشخص بتسقف مثل ما قلت على الإنترنت وأنا بتسلى بعمل سيرتش بالعربي عادة بس حضر للحلقات وكمية المعلومات الخاطئة اللي فينا نلاقيها أونلاين حلو أن تكون بتجيبوا على الأسئلة لأنه بالنهاية مثلا أنا عندي صفحة على الإنستغرام ما فيني يجيبوا على الأسئلة أنا شخص واحد بشتغل ماني ماني قاعدة على الإنستغرام بس أنا دايماً بيقول لهم للأشخاص أنه في مشاريع مثل الحب ثقافة هن مؤهلين أنه يجيبوا على الأسئلة لأنه أصلاً هيدا مهمتهم أنه يقدروا يجيبوا على الأسئلة هل أنتوا عملتوا شي نوع من الدراسة تتشوفوا كيف بتسقف جنسياً الشباب والشابات بالعالم العربي هل من خلال الأفلام الاباحية هل من التعليم المدرسة من البركة من الدين هل في مصادر للسقاف الجنسية؟ نعم إحنا دايماً بنحاول في كل وقت أننا نعمل استبيانات عشان نعرف من الشباب العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص ما هي مثلاً الاحتياجاتهم فكان عندنا في بداية السنة حملة عن أهمية التربية الجنسية والتصطيف الجنسي الشامل قبلها عملنا استبيان بنسأل الشباب إيه هي مصادرهم هل حد قال لهم حاجة في المدرسة هل أهلهم تكلموا معهم في المواضيع ده كانت إجابة الشباب إن أغلبهم لأ ما حدش بيكلم معهم من الأهل ما حدش بيكلم معهم في المدرسة مصدرهم الرئيسي هو الإنترنت كل الشباب دلوقتي قاعد على الإنترنت بيسيرش وبحسب يعني فيه ناس بتروح تكتشف تقول ده البورن مثلا هو شايفه أنه هو مصدر تسخيف من وده كمان بيفصر ليه أنه في الوطن العربي نسبة عالية كبيرة من الناس بتشاهد البورن لأنه حتى فيه ناس بتتبير ده هنتعلم الجنس من الشباب قالوا اللي كان أهم واللي شجعنا أنه نعمل حاملة أنه نفسنا نفسنا المدرسين يتكلموا معنا نفسنا نلاقي مصادر موصوقة عندنا حيرة كبيرة ذات فترة المراهقة بما فيها من تقلبات وتغيرات وهرمونات فده كله بيخليهم أنهما فيه حاجة كبيرة للمصادر نفسهم يكون ده لو على من المدرسين أو من الأهل بس ده ما بيحصلش في أغلب بالدنوبة العربية يمكن باستثناء تونس اللي بدأت تجربة السنة اللي فاتت لتعميم التربية الجنسية في المدارس فهو ده الموقف احنا بنحاول دايما نسأل الشباب عن طريق الاستبيانات والاستبيان ده كانت نتائج وأن الأغلبية العظمة قالوا ما فيش مصادر احنا بنسيرش على الانترنت وحسب بقى ما نوصل كل واحد يعني ممكن يوصل للمعلومات الصح ممكن يوصل لمصادر كويسة ممكن لا بس الشاب والشاب بيفتشوا على الانترنت شو هي أبرز الأفكار النماطية أم الخاطئة أم حتى المحرمات الجنسية اللي فيه يلاقيه على الانترنت حتى مش بس بالمجتمع العربي الأفكار النماطية يعني هي شائعة جدا في المجتمع العربي لأنه المجتمع العربي بيحاول يطبق مثلا الموديل معين لشكل الحال جنسيا هو الفرد المفروض يكون مغاير وأنه المفروض مايفكرش في الجنس مثلا قبل الجواز وأنه هو لازم يتجوز ويخلف أولاد وده يعني أغلب الأسر العربية شايفا هو ده المصار الوحيد لأي إنسان عربي مثلا المفروض يبشي فيه وبناء على ده بيبدأ يمنعه بقى يتجنبه الحديث عن الموضوعات الجنسية فبينشأ من عنده بقى إن كل ما هو خارج عن ذلك محرمات يعني يبدأوا مثلا إيه لأ العدس السرية أو بتاع الزيت ده ممنوع ده غلط ده هيدمر الجسم ده ده وجود مثلا ميل جنسي نحو نفس الجنس ده حاجة مش طبيعية ولازم احتاج عليك ده محرم الحديث فيه وجود مثلا شخص لو اتنين متجوزين ومش عايزين يخلفوا مثلا على سبيل المثال إزاي ويبدأ الضغط مجتمعي رهيب لازم تمشوا في الصياق اللي احنا حطينه وإلا غير كده يبقى انتم ماشيين في طريق غلط فطبعا المحرمات كتير قوي والمسكوت عنه كتير في الأشكال بقى الممارسات نفسها المتعة في حد ذاتها نشعر ان هي محرمة في الوطن العربي يعني ان الناس ما تقدرش تتكلم عن تفضيلاتها عن الاستمتاع الجنسي عن احنا عايزين العلاقة شكلها زي ونيجي هنا بالأخص بقى على المرأة العربية يعني في السياق العربي اشتراض ان المرأة لازم تتحدث في الجنس لازم تكون تبعة للرجل وطبعا لو فكرت او اتكلمت عن الجنس خارج نطاق الزواج ده كده يعني محرم كبير فهو الثقافة العربية بتاميل للذكورية وبتأدي لمحرمات كتير وبالأخص على المرأة وكمان بقى لما الراجل يحس دايما ان هو لازم يكون القائد وهكذا فبيبدأ عنده نوع من انواع الغرور انا مثلا ما ينفعش اروحش تكي ان انا عندي سرعة قصف مثلا لا ده انا راجل يعني انا كامل لازم اكون قوي جنسيا ولازم اكون بشكل معين فوانا اللي اكون مسيطر على العلاقة يعني الثقافة العربية انا بحاول يعني ايه اشرح الاتجاهات وهي نشأ منهم وراحت بنا على فين رامي المهم كمان بركي نفسر بعض المفاهيم يعني انت قلت الشخص ام الحياة الجنسية مفروض تكون مغايرة العديد من العالم ام من الاشخاص اللي عم بيتسمعوا علينا ما بيعفوا شو يعني مغاير اصلا لانه ما بيفهموا شو يعني اصلا الميول المثلية لزي لك بركي بتفسلنا عن هالكلمة شوية نعم هو الميولي الجنسية عمتا يعني احنا بنكلم ان البشر بمختلفين في ميولهم الجنسية فبعض الاشخاص اللي هو بنسميهم مغاير اللي هو بينجذب للجنس الاخر واشخاص اخرين بينجذبوا لنفس الجنس وهنا بيطلق عليها المثلية وفيه اشخاص بينجذبوا للجنسين فدول بيكونوا مزدوج الميول الجنسية وفيه اشخاص في نسبة من البشر لا تنجذب لأي لا تنجذب عمتا للجنس ولا لأي نوع من الاشخاص ودول بنسميهم اللاجنسيين عان بقى بعيدا عن المغاير اللي هو بينجذب للجنس الاخر فالميول الجنسية الاخرى بالنسبة للوطن العربي لا هي غير مسموح بيها مثلا ويعني مش لازم يكون ده وده الدراسات والعلم اثبت ان هو مش صح اثبت ان البشر كل شخص ممكن يكون ليه ميول الجنسية وينجذب ممكن للجنس الاخر او لنفس الجنس او للجنسين دي كلها امور وردة ان هي تحصل وهي طبيعة الانجذب الجنسي يعني تعرف انه باوائل الكرن العشرين كانت حتى الجنسين المغايرة تعتبر نوع من الحرام حتى بالعالم الغربي بمعنى انه كان ممنوع الواحد يحس حتى برغبة جنسية الجنس كان بس للانجاب فنحن مش هلقات متأخرين عن باكي ارنين بس مش هلقات متأخرين على احنا بالعكس للأسف احنا كانت يعني الثقافة العربية زمان والتاريخ العربي ده كان اكثر انفتاحا من دلوقتي يعني ده فيه كتب عربية من كتب التراص واسماءها يعني احنا لو قلناها دلوقتي تعتبر كأننا بنقولش تايم وانه هي حاجة عيب بس هما يعني كان فيه زمان الناس بتتحدث وبتكتب كتب وكان فيه الموضوع يعني يبدو تاريخيا كان اكثر انفتاحا من العصر الحالي اكتار من الشعراء حكيوا عن الجنس وعن الميول الجنسية ونحنا ببقى مسموح يكون عنا هالحكة بس لي حلو رامي انه السقافة الجنسية بس تكون على السوشال ميديا وعليوتيوب انتو عن تكون كذا قنوات يعني على الانستجرام على الفيسبوك على تويتر على اليوتيوب كلهم اسمون الحب ثقافة ام love matters arabic الحلو انه بتوضع نوع من البصمة يعني انا بس بلشنا الفيديو وي تسوى وعملنا مثلا كذا فيديو عن الامتاع الزيت دخلنا هالتعريف يعني شلنا كلمة العاد السرية وفوتنا بالمفهوم امتاع زيت موظوط امتاع زيت صار عم يجيين عالم على العياد بيجوا بيقولولي امتاع زيت وبليه هذا شي حلو لانه عم بيتقبلوا هالكلمات الجديدة اللي ما كانت موجودة قبل وهو ده يعني احنا دايما بنعتبر التغيير المجتمعي هو امر صعب بس بياخد وقت يعني احنا مثلا كان زمان لو بصينا مثلا نتكلم عن قضية مثلا زي التحرش ما كانش فيه مصطلحات زي دي ومع الوقت ومع التوعية ومع ان احنا نبدأ نتكلم مع الناس ونوصل فعلا لقلوبهم ومشاعرهم ويمكن ده اللي بيميز الفيديوهات وبالأخص مثلا الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض ان هي وصلت لملايين الناس وصلت لهم فعلا وعلمتهم اشياء جديدة واستفادوا منها وحسنت حياتهم الجنسية بناء على التعليقات اللي بتارد لنا فده كله بيسهم للتغيير ان احنا فيه حد فعلا ممكن يشرح لنا ينور عندنا جزء كان مظلم مش قادرين نتكلم فيه وده كسر شوية الحاجز وخلانا ان احنا نقدر نوصل لهم ويبدأوا يتفاعلوا معنا فهو التغيير فعلا بيحصل بس هو محتاج وقت محتاج مجهود محتاج اشخاص يكونوا يعني هادفين للتغيير ومع الوقت يعني زي المثال اللي انت ذكرتيه حلو قوي احنا ما نفتكرش مثلا ان الدول الاوروبية كانت طول عمرها مثلا اكثر انفتاحا او كده بالعجد وكانوا يعني بيعدموا زمان من هو ليه او بيقوموا باخصائهم التاريخ يعني كتاب حتى الطب الجنسي بادئ بالكمبين اللي كان ضد الميول الجنسية مثلا المثلية او كده ومع الوقت ومع الدراسة ومع العلم كمان اللي بقى يلعب دور مهم في المسألة حدث تغيير حدث تغيير وبدأت الناس اكتر تميل ان هي تعيش حياتها يعني انا بعتبر الحياة الجنسية السعيدة هي بتضمن جودة كويسة للحياة يعني الشخص حتى ما يبدأ يكون اكثر انفتاحا واكثر ان هو يتكلم عن تفضيلاته ويستمتع بالجنس فبيضمن لي جودة افضل للحياة وبيقول ياه كان فين من زمان يعني ده الاكسبريشان اللي دائما بنسمعه انما للأسف رامي عم تحكي عن هذا الجهاز نحن بالعالم العربي اليوم عنا غير وسائل تنمنا خاصة ان يساء ان يلمسوا حالهم وبفتكر بوضوع خيتان الانيس هو من اعز المواضيع لمنصة الحب ثقافة ليه هلقد خيتان الانيس شائع بالعالم العربي باي بلاد وليه نحن منعتبره جريمة للأسف احنا طبعا مصر من البلاد الشائع فيها الخيتان وبنسب عليها يعني الدراسة التي عملت مثلا في 2014 قالت السيدات المتزوجات في سن من 15 ل49 سنة حوالي 92% منهم تعرضوا لقطع وتشويه العباة التنسلية المعروف باسم الخيتان المشكلة دي شائعة في مصر من سنين وفي خطوات كتير اخدناها على مستوى الدولة انها تحاول تحارب الخيتان ولكن ما زال ان فيه اصرار عند ناس كتير ان هما يقوموا وقطع وتشويه عضا التنسلية لبناتهم المفهوم متوارس بشكل خاطئ والاعتقادات الشعبية اللي نقدر نقول عليها للأسف بتسبب جريمة في حق البنات وبتضر حياتهم الحياة عمتا والحياة الجنسية كمان بشكل خاص مصر احد البلاد يمكن السودان والجيبوتي يعني يعتبر دول اكتر ثلاث بلاد في الوطن العربي بيمرسوا جريمة الختان واليمن برضو من البلاد اللي بيتم مارس فيها جريمة الختان اعتقاد ان هما المجتمعات او الاهل اللي بيمرسوا الجريمة ضد بنتهم بان هما بيفترضوا ان الرغبة الجنسية للبنت موجودة في اعضاها التنسلية فاحنا هنضحها ده الختان للأسف والفكرة كلها ان التشويه ده كمان بياخد درجات مختلفة يمكن في نوع في السودان بيتم ان هما مش مجرد بيقطعوا البازر والشفارات ده كمان بيخيطوا الفتحتين الشفرين مع بعض بحيث ان هما يقفلوا ويسيبوا فتحة صغيرة فقط لمرور البول وده يعني انتهاك جسدي بشع للبنات فالفكرة ان احنا حطينا الختان كأولوية لنا في مشروع الحب صغافة وبنعمل حملة او حملتين كل سنة نتكلم فيهم عن الختان ونوعي الناس بمخاطره اضراره والقوانين كمان المحرمة الختان لان الناس بتلتف على القوانين عندنا بقى كمان مشكلة كبرى بتواجهنا في مصر بالتحديد وهي مسألة تطبيب الختان بمعنى ان جريمة الختان بتتمع عن طريق طباء او عاملين في الفريق الطبي وده نوع من الالتفاف يعني لما قالوا لما بدأنا منهضة الختان وقلنا ان الختان مضر وممكن يسبب الوفاة لو قامت يعني كان زمن بيسموه مثلا حلق الصحة او حاجة اللي بيعمل الختان فالناس رحت بقى اطنعت الدكاترا عشان يعملوه بقى ويدفعوا فلوس كتير مقابل الختان ففيه طبعا دكاترا منعدمين الضمير اعتبروها مصدر دخل مربح وبقوا معروفين ان هم بيقوموا بتختين البنات عوقات عبط شوية اعضاهم التنسلية وده برضو مسألة كبيرة لان الناس دايما كل لما نبدأ نتكلم معهم على مسألة الختان يلتفوا حولي الموضوع برضو القانون اتوجد في مصر والقانون بيحرك الختان وبيعاخب كل من يقوم بالختان ولكن للأسف الابلاغ عن الحالات قليل فكل دي امور بنحاول دلوقتي ان احنا نشتغل عليها وكمان في مصر عملنا حاجة اسمها قوة العمل المنهضة للختان بحيث ان كلنا نشتغل كمؤسسات وجمعات مع بعض علشان نحرك ونوحد الجهود للقضاء على الختان في مصر وعمل مزيد من المجهودات في هذا الاتجاه ومناهضة ظواهر زي تطبيب الختان ومحاولة زيادة ونشر الوعي بهذه المسألة بس رامي شو الاسباب من وراه لانه انا شفت كذا دراسة بتفرج انه الاسباب المفاهيم الخطأ بالقبائل هذا الشي مزبوط هو الختان بتكون يعني نسبته في الريف اكتر من المدينة وهو السبب الرئيسي يعني بيكون كمان المحفز للختان هو الاسرة نفسها ممكن تكون جدة بتقول مثلا ابنها وبنتها يا الله لازم تخطني بنتك وهما بيربطوا بان هو ده مصدر الشرف والعخفة بمعنى ان احنا هنخطن بنتنا فمش هيكون عندها رغبة جنسية فكده هنحميها من ان هي تدخل في علاقات وهكذا ده التفكير الشعبي الخاطئ ان ختم معرفوش ان الرغبة ما كانها في المخ الفكرة كلها ان هما هي معتقادات خاطئة كلها وتصورات وفي نفس الوقت محاولة للسيطرة على اجساد النساء يعني عشان ننظر للختان بتجرد هو محاولة للسيطرة على الجسد الانسوي وان احنا نبدأ بقى نقول ايه اه احنا هنقطع من الجسد وهنقطع اعضاءها التناسلية وكمان هو اعتداء على طفلة لان هي طفلة المفروض اهلها مؤتمانين ان هما يحافظوا عليها ويقدموا لها افضل راية ممكنة بالعكس بينتهجوا جسمها ويقطعوا فده كله يعني معتخضات خاطئة مورسات الجم رجال الدين قالوا ان الختان مش من الدين الناس تطلع تقول لا يعني وصلنا لدرجة ان الناس بقيت تقول ان رجال الدين انتم بتقولوا كلام غلط وهو من الدين بالعافية هما عايزين دايما يجدوا مبرر الختان هما عايزين يعملوا الختان لتسيطرة على اكساد النساء فهما بيحاولوا نجيب مبرر ديني نجيب مبرر اه طب دكتور هو اللي بيعملوا يعني هو الدكتور ما يعرفش دايما كده انا انا عايز اعمل الختان فانا هجيب اي مبرر وهجيب اي حاجة واقول ان هو منها هلزقوا بالدين هلزقوا بالطب هلزقوا بالثقافة هلزقوا بالعادات بس المهم ان هما يعملوه فده يعني للأسف الموقف الحالي هل ختان الاناس مختلف عن ختان الزكور مختلف تمام الاختلاف يعني في ختان الاناس بيتم قطع الأعضاء التنسلية وهو ما يساوي يعني لو احنا عايزين نطبق ختان الاناس على الزكور معنى كده ان احنا مثلا لو هنقفع البذر عند النساء فهو يساوي قطع راس القضيب عند الزكور يعني الختان الزكور وكمان هو كمان عليه بعض يعني فيه مثلا داكاترا بيعيدوا ختان الزكور عشان يقل انتقال الأمراض التنسلية وبعض الأشخاص الحقوقيين شايفين ان ختان الزكور يعني ممكن ما يكونش من حق الجسد ان هو يعني شايفين ان الجسد الانسان كامل ومش المفروض ان احنا نقطع حاجة منه بس سواء تم الختان او ما تمش بالنسبة للذكر فهو في الآخر مش بيشيل عضو تنسلي وعلى عكس كده من ختان الاناس اللي بيتم فيه القطع البذر وقطع الشفرين وحسب بقى درجة الختان بيتم التشويه بدرجات مختلفة فطبعا فيه 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 اختلاف شاسع ويعني ده اقرب حاجة ممكن زي يعني اللي هي المقارنة لو احنا بقى هنقطع العضاء التنسلية الزكريا ده هيكون المشهد وشو الاضرار نحن انه ما بيأثر مباشرة على الرغبة الجنسية عند المرأة انما بركب يأثر على احساسها اما على قدرتها على المتع يعني فيه دراسات قاسة ما بين الفتاة المختمة او اللي تم عطع العضاء التنسلية والغير مختمة ووصولها بقى للمتع طبعا البذر هو عضو اساسي في المتع الجنسية لدى المرأة وهو يعتبر اكتر عضو حساس وعن طريقه كمان كثير من النساء بتصل للنشوة فهنا تم قطع رأس البذر فكده فقدنا عضو مهم في المتع الجنسية وطبعا كمان التجربة نفسها والصدمة النفسية النتيجة عن الختان بتخليك كتير من الفتيات عندهم خوف من الجنس عندهم احساس بعدم الامان عندهم يعني مشكلات كمان في العلاقة مع اهلهم اللي عملوا فيهم الجريمة دي والعلاقة مع الشريك في المستقبل فليها تأثيرات على الحياة الجنسية والحياة النفسية وليها كمان تأثيرات بلغة الخطورة فيه كعملية يعني معرض مكان الجرح دا للعدوى معرض مكان الجرح دا للنزيف وده كمان بسبب كده ان كان فيه حالات عديدة في مصر توفت بعد بعد جريمة الختان مباشرة بسبب نزيف بسبب عدوى بسبب مشكلات حصلت فكلها دي يعني مجموعة من الأضرار النفسية والجسدية اللي اللي بتأثر على الفتاة وللأسف محتاجة مجهود كبير جدا عشان نحاول نصلحها ونرجع جزء من الحياة يمكن مؤخرا كان يعني فيه عملية جديدة اللي هي إعادة بناء البذر بحيث انهم يعني البذر بيبقى فيه جزء داخل الجسم فبحث انهم يطلعوا جزء منه ويحس انه يرجع الاحساس ولو حتى بشكل جزء في هذا المكان ويشيلوا بقى المكان اللي هو على الجرح وهكذا ده ده عملية كانت بتتم في أفريكا وفيه سناتر بيعملوها وابتكرها عالم فرنسي ومؤخرا بدأ بعض الأطباء المصريين يعملوها وكمان كان فيه يعني بحث عمل عليها ونتائجه مبشرة ان النسب حوالي من 80-90% من الحالات استعادت الاحساس تاني عند البذر وده كان شيء واعدي عظيم فيه امرأة بعثتنا مستمعة يعني بعثتنا سؤال عبتلنا إذا أنا خطنوني وما فقدت الاحساس هل لازم أعمل هالعملية هل لازم أعمل الترمين التعامل مع حالة الختام لازم يتم عن طريق ان احنا لازم طبعا هي تتعامل مع الطبيب ويكون فيه جلسات لانه هو احنا محتاجين في الأول نشوف هل فيه أثر نفسي يعني هل الختام مسبب لانه دي كمان لازم حلها تمام وبعدين نبدأ الطبيب ممكن أو الطبيبة تقوم بفحص الأعضاء التناسلية وتشوف ما مدى هل مثلا فيه حاجة للعملية أو لأ بس صعب ان احنا نجاوب السؤال ده نظريا لان هي الحالة لازم تتاخد زي يعني زي اي حاجة في الطب الجنسي لازم تمر الأول ازاي وحياتها النفسية عاملة ازاي وبعدين نشوف نفحص الأعضاء التناسلية وبعدين يتم اخذ افضل قرار للحالة بعد النساء بيحبوا يعملوا ترميم كمان مش بس لاعادة الأحاسيس اذا خسروا الأحاسيس انما كرمال الجزء التجميل لانه مثل ما قلت برك يكون فيه جرح برك الشكل الفرج ما يعود مثل الشكل النمط راح نقول نعم وهنا بقى يعني انت جتي على نقطة مهمة جدا بيستغلها البعض كأحد وسائل الترويج للختان وهو ان الختان تجميل يعني ان هو شكل الشفارات وشكل البذر بيبقى مش حلو فاحنا بنعمل تجميل للعضاء التناسلية وهنا بقى بيبقى ضروري جدا نوضح للناس ان انت لما بتقطع سن ان هي تمضي اقرار ان هي محتاجة تعمل اي تدخل في عضاء التناسلية هنا ده انتهاك مش تجميل انما السيدة اللي مثلا بعد فترة من الوقت لقيت ان هي محتاجة تعمل عملية تجميل في العضاء التناسلية زي اي جزء من نجزاج اسمها والطبيب شرح لها التفاصيل العملية وهيكون الشكل وهي شايفة ان ده افضل لها وهيكون لها افضل هنا في فرق كبير ما بين انتهاج جسد طفلة وما بين ان في حد بيعمل عملية تجميل برغبته شايف ان هو جسمه اللي هو ليه سيطرة عليه شايف ان هو هيكون كده احسن مثلا او هيكون افضل رامي كمان نسألنا عن طرق تحسين الاحساس بجزء البذر الباقي مش بطريقة الجراحة هل في طرق هو البذر زي ما قلنا انه في جزء داخلي فمع بعض الوضعيات الجنسية اللي ممكن بننصح بيها اسناء العلاقة الجنسية ومع بعض مثلا المدعبة بالاصابع ممكن حاول نوصل للجزء الداخلي عن طريق مثلا المهبل ويتم الوصول الاحساس قريب مشابه يعني فيه فتيات كتير ذكروا ان هما قدروا يوصلوا الاحساس كويس او هما راضيين عنه الى حد ما بس بقى محتاج ان احنا نتكلم عن الوضعيات محتاج نتكلم عن طرق المدعبة محتاج نتكلم برضو عن المناطق الاخرى اللي ممكن يتم مدعبتها يعني ده برضو جزء مهم ان احنا بنقول ان فيه مناطق كتير في جسم الانسان هي تعتبر مناطق جنسية وعن طريقها بيوصل لشكل من اشكال المتعة الجنسية فمع كل العوامل دي نقدر نساعد الضحايا للختان ان هما يحسنوا حياتهم الجنسية ويوصلوا لمتعة افضل من الوضع مع الختان وياكن يبقى ان طبعا قطع البذر يعني لا يعني هيبقى صعب ان احنا نوصل لافضل ما يكون بس احنا بنحاول نساعد ان احنا نوصل بطرق مختلفة في سؤال استغربته انا شوي اجا كمان من مستمع بيقلنا كيف بعرف انه زوجة مختونة مدون ما اسأله هو الموضوع يعني بيبقى طبعا يعني تعتمد على مدى فهم العضاء التنسلية يعني هو البذر مثلا بيبقى ليه مكان معين معروف مكانه فين وكمان بيختلف حجمه من فتاة لاخرى فعلى مدى ان احنا عارفين الاعضاء التنسلية بشكل كويس فلو لقينا مثلا ان راس البذر تقريبا مش موجودة او مش محسولة مع انها كمان بتبقى مختلف من حجم في بعض اصلا مفتيات عندهم طبيعي ان راس البذر صغيرة فمع ده ممكن يكون الموضوع بس دايما احنا بننصح ان ما فيش احسن من ان احنا نتناقش يعني هو ان احنا نكون بنتكلم ونعرف ان انا يعني دايما في مشكلة عند الشباب العربي ان انا عايز اعرف بطريقة غير مباشرة يعني لقميل الكلام المباشر انا عايز اعرف مثلا وده اللي نشأ مثلا حاجة زي العذرية وغشاء البكارة ان هو ده بالنسبة لي هو مفيش ما نتجهش لان احنا نتكلم مع بعض بقريحية نكون صراحة مع بعض ما نحاولش دايما ان احنا يعني دايما الشباب العربي بيسألوا انا عايز اخبي انا عايز ما اظهرش انا عايز ما اقولش وكمان سندرين في مشكلة كبيرة يا دكتورة سندرين ان هم بيحاولوا دايما يعني بالنسبة مثلا نتكلم عن البنات مثلا من كتر الضغوط المجتمعية بقى فيه مثلا خاجل للبنات من اجسامهم يعني البنت مثلا تبقى طول الوقت انا انا مثلا شكلي تخين انا انا مثلا عندي مثلا لو كانت عملية زمان وفيه اثر لسكار مثلا او حاجة ما كان عملية لا ده انا كده يعني مش هنفع تجوز او مش هنفع بقى فيه زي ما بنسميه body shame او المسألة دي ودي حاجة محتاجين نتحرر منها في الوطن العربي عشان نقدر نعيش حياة سعيدة ان احنا نحب اكسادنا نحب اللي حصل ونبدأ نتجاوز ما مررنا به يعني لو فيه اي حاجة تقدر تساعدنا واحنا نحطها بشكل احسن فيش مشكلة بس المهم ان احنا دايما نقبل اكسادنا ويبقى فيه صراحة في الحوار وان احنا نتكلم مع بعض بصراحة نحرر الكلمة يعني فيه مثلا مستمع بتبعادنا انا صليت لتسنين مزوجة وحس انه ما عم يصير في ادخيل هيدا بده الوحيد يحكي مع الشريك انه ده اي الحكي مهم واساسي للرضى الجنسي يعني لن يحدث الرضى طول ما احنا مكسوفين نتكلم طول ما احنا مبنحكيش هيبقى صعب الوصول للإجباع والرضى هيفضل فيه دايما حسنين ان فيه حاجة نعصى انا نفس يعمل ده بس هو البشر مختلفين فيعني لازم نتكلم ونفهم بعض عشان نقدر نستمتع مع بعض رامي بما انه عم تحكي عن الحكي عن الجنس مع الشريك رحقات بعض النصايح للحكي الصريح مع الشريك عن الجنس كتار بيفكروا ان الجنس فطرة وما في حاجة للحكي عنه ويفكروا كمان ان الشريك مفروض يعرف كيف يبسطون واذا عن جد بدون او ما بدون بالحقيقة ما حدا بيقرأ بالافكار وكل شخص فريد من نوعه برغباته وتفضيلاته لذلك التعبير عن الرغبات اساسة ضمن الصناء يكونوا بعلاقة سابتة اما لا والاهم كمان التعبير عن عدم الرغبة وعدم القبول بأي ممارسة مجبرة بالنحية اخرى مثل ما لازم نحكي ونقبل ونرفض لازم نعرف نسمع ونسأل ونقبل رفض الشريك الاخطاء اللي لازم نتجنبه اولا لازم ننسى كل مقارنة يعني ما لازم نقارن الشريك ام الشريك بشخص اخر لا على المستوى الجسدي ولا على مستوى قدراته الغرامية ام الجنسية ما لازم كمان نصنف سلوك الاخر يعني ما لازم نحطه بخانة وليزم كمان نقدر نتجنب السؤال ليش ليش بتعمل هيك ليه بتطلب هيك لانه بهالطريقة عم نكون عم نضغط على التاني فينا نحكي بطريقة سلسة ونقول لحظت انك انت بتحب هيك انا بحب هيك كمان فينا نجري بهالطريقة بطريقة ايجابية مش بطريقة مجبرة ام كأنه عم نعمل عم نحط شروطه على الشريك وكمان ما لازم نحكي ان احنا معصبين لانه بس نكون معصبين ما منتحكم بالانفعيل ام باسوية الالفاظ فعادة بس نكون غضبانين وعم نشعر بالحرمان من منصير ننتقم بالتاني ومنصير نعذب بالتاني وكمان لازم نتجنب الحديث الفجر والمباشر لانه هو نوع من التعاطي على الآخر فينا نحكي بيرواء وبإيجابية وساعة الحكة بيصير سلس وهين الرضا والتراضي فتكر هذا موضوع كمان مهم للحب ثقافة وحكيت شوي عن التحرش بركي كمان في كلمات جديدة الافتراس الجنسي التراضي شو منعنا بهالك الكلمات الأساس في أي علاقة جنسية ما بين شركين القاعدة الرئيسية هي التراضي أن العلاقة دي تتم بموافقة ورغبة الشركين وللأسف بقى إحنا عندنا خضايا كبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي بخصوص التراضي بمعنى أن في مفاهيم خطأ عن الجنس يعني يمكن من أكبر المشكلات اللي بنحاول دايما نشتغل عليها أن مثلا فيه مثلا رجال بيفترضوا أن هما لازم الفتيات هما راغبين في الجنس وراغبين في الجنس معاهم بس هما بيمتنعوا فأنا لازم أخبرهم على الجنس لأن هم عايزين ده أصلا ده مفهوم مشوه عن الجنس يعني حتى دايما يقولوا كده اللفظة الشائعة عن الموضوع ده يمتنعنا وهنا راغبات ده مفهوم مشوه تماما عن الجنس اللي هو افتراض وهنا بقى بتنتق كل المشاكل بتنتق كل المشاكل من تحرش وافتراس واختصال ده أحد الأسباب فيه أسباب تانية فيه أشخاص تبقى الشعيرة بالدونية فمحتاجة تهاي من على حد فيه كذا حاجة فيه حد تتعرض من زمان لتحرش جنسي فبيحاول ينتقم بس المفهوم الخطأ عن الجنس هو الأشعة هو يعني دايما أي كتير من الرجال اللي بيتحرشوا أو بيختصب أو بيعتدوا كتير منهم بيفكروا ان هما أصلا ده هما اتبسطوا ان أنا عملت كده أو ان هما مبسطين أنا عملت كده فمفهوم التراضي عندنا مشوه نيجي بقى على الالتفاف على موضوع التراضي بمعنى إيه ان احنا مثلا في الوطن العربي هو مشهور ان احنا مجتمعات يسيطر عليها الرجال يعني دي حاجة مشهورة فالسيطرة والهيمنة موجودة في ناحية الرجال فمثلا نيجي إيه ان نلاقي مثلا ان مدير بيضغط على مثلا موظفة شغالة في الشركة في مستوى وظيفي أقل ان انا مثلا ايه هرقيكي هعمل مثلا هديكي علاوة او زيادة في الفلوس ويبدأ بهذه الضغوطات ومثلا استغلال حالة وعادة معينة ويقولك اه ما هي وفقت لا هي وفقت تحت ضغط ده مش تراضي في مثلا مفهوم خطأ عن التراضي ان احنا ايه برضو ممكن نقوله كده بصورة يعني بالعامية يقولك ايه ان احنا انا مثلا ممكن اخرج مع فتاة وخليها مثلا تشرب مخدرات او 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 كحول او كده كتير وبعدين هي كانت بتقولي لا قبل ده فهي هترضى بقى بعد تحت تأثير ده مش تراضي التراضي اللي حصل تحت التأثير ده مش تراضي فهو دي كلها حاجات يعني مشوهة عندنا في مفهوم التراضي ما يعني في ناس بالنسبة لها لما بنت مثلا تقول لأ فهو بيفتكر ان انا يعني ايه بمزيد من الضغط هيحصل الموافقة لأ انت بمزيد من الضغط ولو حصل اي علاقة جنسية تحت ضغط فهي بتخش تحت انطقل الاعتداء تخش تحت انطقل الاختصاب وليس ان انت كده قدرت تحصل على الموافقة ده مش صح تعرف رامي انه الكثير من النساء بيخافوا يزعلوا الشريك بمعنى انه بيخافوا يصير في طلاق ام يصير في يتركوا بالعلاقة ام يعصب ادي فينا ان نسمح للنساء يقولوا لا ويقولوا ايه اذا حابين يقولوا ايه ده كمان بيدخلنا تحت موضوع مهم ويمكن المصطلح ده بدأ يكون متعرف عليه بالاخص دكتور سندرينا بما ذكرتي الطلاق والزواج وهو موضوع الاختصاب الزوجي فيه ناس معتبرين ان الزواج هو امضاء على الرضا للابد يعني انا مش من حق ان انا في اي وقت في حياتي يكون ان انا مش عايز علاقة جنسية فاقول لا يعني حتى المجتمع كمان بينظر ان هو ان طالما متجوزين فهو ده موافقة كده ان لازم الجنس طول الوقت ووقت مثلا بالاخص الوقت الراجل ما يكون عايز الجنس فده ده مفهوم غلط وهنا بنقع تحت الاختصاب الزوجي يعني الفكرة التراضي هو شيء لازم يتم في كل علاقة جنسية لازم يكون الشريكين الزوجين اي مسم بيتم تحت العلاقة الجنسية هو بيكون برضى ورغبة الشريكين وموافقتهم وانه يكونوا انه هم عايزين يجووا على العلاقة دي اي لأة في اي وقت هي لأة هي مش هتكون غير لأة انما انا مفيش حاجة تلغي لأة مفيش عقد زواج يلغي لأة مفيش انا قلت اه زمان ودلوقتي يبقى لأة فمعنى كده ان انا ليه انت وفقتي زمان ده مفهوم غلط التراضي هو حاجة بتتم في كل علاقة بشكل ومفاصل وبيبقى واضح بيبقى مفهوم ان الشخص سواء الراجل او الست راضي وراغب في العلاقة دي ولا لأة يعني يعني بيبقى في فرق جدير ما بينهم بيبقى الشكل والصياق بيبقى واضح جدا لأي حد وبيبقى عارف كده كويس انما انا ما ابدأ ازق واضغط نفسيا اضغط مديا اضغط جسديا اضرب اعمل كل ده اشكال غير مقبولة وهي لو احنا بنتكلم عن سياق حقوق صح المفروض تكون محرمة بالقانون ويتم منعها فالفكرة كلها ان احنا محتاجين بقى ان احنا نبدأ العقول تفهم ان التراضي مهم واي حاجة خارج الصياق ده هو علاقة مشوهة خاطئة جريمة وصفها بأوصف كتير غير ان هي علاقة سوية صحية بتاعي فرامي انه حتى اذا الرجل مثلا كنا لابس واق زكري وشيل الواق زكري من دون رضا لشريك هذا نوع من الاعتداء الجنسي يعني بعد بدنا نفهم نكبر مفهومنا للجنس وللتراضي هلأ في مسلسل اسمه I made destroy وكتير بيحكي عن التراضي وعن الاختصاب اللي في يصير تحت تأثير المخدرات أو غير المخدرات صحية بيك في الضغط صح ويمكن احنا في مصر كمان الايام دي بالاخص في حديث كبير قوي عن موضوع التراضي عشان حصل حدثة شهيرة ان في شاب اعتدى على عدد كبير من الفتيات تقريبا حوالي في ارقام قالت ان هم حوالي تقريبا 100 من 50 ل100 فتاة وكان هو يعني بيتبع طريقة ان هو بيبدأ ان هو يتكلم مع الفتاة وبعدين يعود ويتكلم وبعدين يبدأ يضغط عليها للمارسة الجنس وبالرغم ان هي تقوله لأ فهو يكمل وبدأ حالة مجتمعية حصلة في مصر اللي وين دول الناس بدأت تشوف ان قد ايه الاعتداء الجنسي كان شكل وبشع وقد ايه الفتيات فضلوا سكتين سنين مجموعة الفتيات دول عملوا صفحة على انستجرام وبدأوا يحكوا قصصهم مع هذا الشاب فحصلت حالة مجتمعية ان الناس بدأت تفهم قدين ان فيه وجود ضحايا كتير قوي في مجتمعنا كانوا سكتين وما كانوش عارفين يتكلموا وكانوا خايفين من اهلهم كانوا خايفين من وصمة المجتمع بالرغم ان هما ضحايا المجتمع ان هو يجيب لهم حقهم مش ان هما اللي يبقوا خايفين من الفضيحة والحاجات العجيبة دي لا ده اي ضحية المفروض يبقى ساعينا ان احنا نجيب حقها وان هي تاخد حقها وده بيمثل جزء من تعافيها وعلاجها فالحالة دلوقتي موجودة في مصر بشكل كبير عن التراضي وده يعني حالة كويسة يعني حاجة جديدة ما كانش فيه حديث باريحية عن هذه الامور من قبل ونتمنى ان يحصل تحرك على مستوى كبير بحيث ان يكون فيه قواعد والناس تفهم يعني ايه تراضي والناس تفهم يعني ايه حقوق ويبدأ كمان تحرك مثلا على مستوى الدولة ان القوانين توفر حماية ويبدأ تحرك على مستوى المؤسسات البنات ما بتلاقيش اماكن تشتكي في اماكن العمل لو تم التحرش لو تم الاعتداء لو تم ايه حاجة ما فيش سياسة إبلاغ ما فيش حاجة البنت تقدر تروح وتبلغ وتقول انا كذا واعتقد ده موجود في بلاد عربية كتير مش في مصر بس فاحنا محتاجين نبدأ نتحرك وناخد الخطوات دي لان احنا فعلا في ضحايا كتير عايشين في وصلنا مش عارفين ياخدوا حقهم والمجرم هو اللي بيعيش ويكمل ويبدأ يعني يمارس المزيد من جرايبهم لانه مفهوم التراضي منه مفهوم يعني بين المستمعين كتار بعتولي السؤال كيف بقناعة تتمارس الجنس الشرجة كيف بقناعة تبلع المنى وكيف بقناعة تمارس الجنس الفهم وما بتقناعة اذا ما بدأ ما بدأ لا يعني لا ما في قناعة بالمفضوع يعني لان انت طريقتك بتحسسنا ان انت عايز تكبرها يعني هي طالما انا كده عايز اضغط اه انا بتكلم وبقول ان ده تفضيل بالنسبالي وان انا هكون مستمتع قد يكون الشريك يقولك مثلا يرضى ويحاول يجرب او ان هو يكون مثلا في علاقة ان احنا شايفين ان ده ممكن ويقى لا هيبقى لا خلاص ما فيهاش بقى ضغط ما فيهاش فيه كمان ضغط نفسي بيتم في مصر بطريقة اللي هو ايه دي مشهورة اوي بقى في مصر يعني ويمكن الناس هتبقى عارفاها اللي هو ايه اه لا انا كده مش ماردي جنسيا وانا كده لازم اشوف شريكة اخرى فيبدأ الضغط من هذا الطريق انا هشوف شريكة اخرى او ان انا بقى اتجوز تاني او يعني او ان انا اعمل كده عشان اشبع رغباتي الجنسية وده طريقة من طرق الضغط سواء يعني دي طريقة من احد الطرق النفسية ان انا اضغط على اللي قدامي عشان يقبل فيه طرق للضغط كتير اوي وقلعب كتير مادية حرمان من مصروف يعني يعني فيه حاجات كده بيتم ممارستها وهو كل ده يقعد احت اسلوب الضغط النفسي وده علاقة ما بتتمش بالطراضي لو انت ضغط على اي حد عشان يمارس اي شكل من اشكال الممارستات الجنسية فهو ليست علاقة جنسية هي جريمة هي اختصاب هي يعني ده المسامة الصحيح لها كان عندي مريضة كان تجي لعندي هي من مريضة بس كان زوجة يحط عليها ضغط انه لازم يصير عندها نوع من القصف الانسوي وإلا بيقطالها مصروفة وده كله نوع من الاعتداء الجنسي والافتلاث الجنسي ونفسي وللأسف شائع جدا في مجتمعنا يعني شائع وكمان مع يعني في بعض الحالات اللي المجتمع بيباركها ويأيدها يعني يعني بالذات مثلا لو واحدة متجوزة او اتنين متجوزين فالمجتمع كمان بيلوم على الست يقول لها انت يعني انت زي ترفضي علاقة مع جوزك يعني يعني كأنها حاجة مش 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 option متاحة ومش احد الخيارات المتاحة رامي بالنهية منصة مثل الحب ثقافة عم بت عم بتولد نوع من الثورة الفكرية هل في محاربة للمشروع بمصر وبغير بلاد عربية احنا احنا مفيش يعني مفيش محاربة او مشاكل على المشروع بالعكس ده المشروع كان يعني بيجذب يوم بعد يوم المزيد من الشركاء والمزيد من المؤسسات اللي بتشغل معنا والمزيد من الخبراء يعني احنا مثلا كتير من الخبراء في الوطن العربي ومنهم دكتور سندرين طبعا شاركوا معنا في المحتوى واحنا يعني فعلا عملنا المشروع مع بعض دلولة المحتوى اللي بيقدموا الخبراء والناس اللي بنشتغل معهم على السياق والاساس العلمي ومحاولة نشر الوعي بالعكس ده الموقع يوم مع يوم بيوصل لناس اكتر يعني يمكن احنا سنويا دلوقتي بنوصل لحوالي 8 مليون مستخدم والرقم بيزيد من كافة بلاد الوطن العربي وحتى كمان من العرب اللي عايشين في بلاد اوروبية بيخشوا على موقع الحب ثقافة فكل بقى فيه يعني اريحيو كمان يمكن احنا كان فيه صعوبة في الاول ان احنا مثلا بنبدأ نتكلم في موضوعات كتير من المؤسسات بتتكلمش فيها وهي مسكوت عنها يعني كتير من المؤسسات في مصر بتشتغل على اساس ان الصحة الجنسية هي بس تنظيم الاسرة والحمل والانجاب والشغل مثلا على قضايا العنف والختان مثلا وهي دي موضوعات الصحة الجنسية وكأن مفيش مثلا الموتع الجنسية وكأن ده من الموضوعات فده كانت الحالة الجديدة اللي نقال الحب ثقافة ومعنى جحها بقى كتير من المؤسسات في مصر يعني حابة تشتغل مع موقع الحب ثقافة وحملاتنا دلوقتي بيقى فيها شركاء عدد من الشركاء بيتحركوا معانا وبنوصل رسائلنا فيعني احنا مع الوقت دلوقتي بقى موقع الحب ثقافة بيمثل يعني جزء أساسي من التصقيف الجنسي في مصر وبتاع فرامي بيبدأ على اهتمام الشباب والشابات إذا منطلع على الأركم المشاهدة منشوف أنه مواضيع المتعة عندهم رقم مشاهدة رقم أكبر من غير مواضيع لأنه في حاجة في حاجة لمعلمات وهم ده اللي هم مفتقدين وهم يعني عايزين حد من زمان يساعدهم أنه يعيشوا حياة جنسية سعيدة الجنس شيء ممتع فهو إذا كنا إحنا كوطن عربي بنحاول أنه نخبي ونيجي على الجنس ونحاول أنه ما نتكلمش فيه وكأنه حاجة عيب أو حاجة بالعكس كل يعني كل الأشخاص بتفكر في الجنس ده شيء طبيعي دي الرسالة اللي مفروض توصل هو غريزة إنسانية طبيعية موجودة في كل البشر ده بشكل طبيعي وطبيعي أن الناس تتكلم ويبقى عندها تفضلات واختلاف زي الأكل والشرب ما كل حد بيحب أكلة معينة بيحب طريقة معينة العمل الأكلة هو نفس الكلام الأكل بيسبب للناس متعة والجنس هو من أكبر مسببات المطع في حياة أي فرد فلو الجنس أصبح مشوه فالأشخاص فقدوا جزء مهم من استمتعهم بحياتهم وده بيأثر على جودة الحياة ما هي في المية الشخص الغير سعيد جنسيا هنلاقي عنده مشكلات في العمل هنلاقي عنده مشكلات في علاقات وهنلاقي عنده مشكلات في حياته عمتا هتكون غير مستقرة ويه اللي عنده مشاكل ومش قادر يعالجها مش قادر يروح للطبيب الجنس عنده لسه حاجز ما بين ده وده لما بيبدأ يعالج بيقول يعني أنا يعني يا ريت السنين ترجع تاني واعتقد دكتور سندرين تكوني أكيد نسمع التعليق ده مثلا في العيادة أو كده يا ريت السنين ترجع في تاني أنا بعتبر السنين اللي فاتت ضاعت يعني أن أنا ما كنتش بستمتع ما كنتش أعرف أن فيه طرق وتدخلات وعلاجات ونصايح وجلسات وتقارب وصراحة ووضوح وسعي أن نحن نبقى يعني الناس مستمتعة بالحياة الجنسية هو ده الوضع الطبيعي اللي المفروض يكون عليه يعني مظبوط مظبوط إنما أنا بقلهم للكل أنه خلاص الماضي ماضي اليوم نركز على الحاضر يعني ما فينا نبكي على الماضي وعلى الأطلال لا بناء نبلش نشتغل بالحاضر ونستمتع بالحاضر رامي شو هي النشاطات المستقبلية اللي محاضرين إياهن إحنا المشروع يعني السنة دي يبقى عنده مجموعة من الحملات اللي هنقوم بيها في حملة منهم هتكون على الاعتداء الجنسي لأن الحالة اللي أنا اتكلمت عنها دي يعني هنعمل حملة توعية عن الاعتداء الجنسي وإزاي يتم دعم الحالات وإزاي إن الموقف الحالي فيه خزلان للحالات برضو فيه جزء مهم عايزين برضو نلقي الضوء عليه وهو الجزء الخاص بالتحرش الإلكتروني ده هنعمل عنه حملة في آخر السنة وكمان فيه جزء برضو مهم اللي هو فيه شباب كتير فيه حالة كده شائعة ما بين الشباب العربي وفي مصر إنه هم يقول مثلا إيه ياخد صور للبنات أو مثلا اللي يكون فيه تصوير العلاقة جنسية وإذن كي يتم تضغط بهذه الأمور فيكون فيه نوع من أنواع الانتقام ويتم نشر هذه الصور فإحنا ده جزء برضو عايزين نتكلم عنه وفيه خدمات دلوقتي مثلا بتخضب في مصر اللي هي مثلا المباحث الإنترنت تقدر البنت تروح وتقدم شكوى وهي بتقدم فعلا خدمة وبتساعد البنت بشكل قوي دي حملة برضو هنعملها ويبعدين بقى بداية من السنة الجاية بنفكر كمان موقع الحبس خفا يتوسع هو يعني واصل لكل الناس في الإقليم بس بنفكر نحن نعمل مزيد من الأنشطة في مزيد من البلاد في الوطن العربي ويكون لنا تدخلات مختلفة في كل ونوصل لكل فرض عربي ونحاول نكون واصلين للجميع وعايزين بقى كمان نعمل بقى مزيد من الفيديوهات نعرض جميع المواضيع دايما احنا بنحاول ناخد أسئلة المستخدمين ونعمل منها فيديوز جديد يعني يمكن دكتور سندرينا مما عملنا الفيديوز هي نابعة بالأساس كمان كتير منها من أسئلة المستخدمين حتى كمان بداية الفيديوهات دايما بتقول ان ده موضوع بيجي لنا كتير عن حب سخفحنا دايما يهمنا المستخدم الشخص اللي بيجي المنصة محتاج يعرف عن إيه وأسئلتهم بالنسبة لنا هي فعلا الأحرك لقدام ان احنا ننتج محتوى أكتر نفهم من المنطقة دي محتاجة فيديوز أو مقالات ونستمر ان احنا نوفيهم محتاجاتهم اللي هم محتاجين يعرفوهم المعلومات اللي محتاجينها فينا نذكر بصفحاتكم وموقعكم تعرفوا المستمعين وين يلقوكم هي احنا الموجودين الموقع الإلكتروني www.lmarabic.com وفي صفحات الموجودة على الفيسبوك صفحة الحب الثقافة على تويتر صفحة الحب الثقافة على اليوتيوب الحب الثقافة وانستجرام وساوند كلاود مؤخرا يعني بدأنا نعمل حاجات صوتية وهيكون قريب جدا في خدمة المقالات الصوتية كمان هتكون بعض المقالات المقروعة بالإضافة للبودكاست اللي انطلق من الفترة حالو كتير وهيك تنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا وشكرا لإلك دكتور رامي بانتظار حلقة جديدة بعثوا كل أسئلتكم بخانة التعليقات وفيكن كمان تستمعوا للحلقات السابقة ما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتعملوا لايك يلا باي باي